تهوات The Problem Economy إيه هي المشكلة الاقتصادية اللي خلت العالم كله النهاردة يبقى عنده وزارة اقتصاد في كل دولة من الدول وبيحاولوا يديروا الريسورس اللي عنده أنا عندي فيه ريسورس وعندي فيه احتياجات احتياجات المجتمع غير محدودة بمعنى ان كل واحد بيتطلع الى اكبر قدر ممكن من المنفعة والموارد اللي عندي محدودة يعني احنا النهاردة شفنا فيه كثير من الدول بتبدأ تعمل حاجة سمها موازنة وتقولك ان فيه عاجز في الموازنة يعني احنا حديث الساعة النهاردة فيه عاجز في الموازنة ليه؟ لان الموارد اللي عندي محدودة نتيجة مثلا انخفاض اصعار النفط والموارد الخاصة بالدولة لكن المجتمع محتاج صحة وتعليم وحتى على مستوى الفرد انت في البيت عندك تمسك وراء وقلم وتبدأ تحسب ليه؟ لان الموارد بتاعك محدود ولو بدأت تسأل افراد اسرتك انت محتاج ايه؟ اللي هيقولك محتاج سيارة واللي هيقولك محتاج رحلات واللي محتاج واللي محتاج هتبست لي احتياجاتك مثلا عشر تلاف ريال لكن الموارد بتاعك تلات تلاف ريال طب ماذا تدير هذه المشكلة؟ يبقى فيه جاب ما بين الاحتياجات وما بين الريسورس هذه الجاب بيخش علم الاقتصاد علشان يدوب هذه الجاب يقولك ايه مثلا الاحتياجات بتاعتك ابدأ بالاهم ثم الاقل اهمية ثم الاقل اهمية اجل واخبالك فهي دية المشكلة الاقتصادية اللي احنا بنتكلم فيها فعندي فيه اقتصاد يسموه مايكرو ايكوناميكس بيسموه حتى باللغة العربية اقتصاد جزئي بمعنى ان انا بتكلم عن وحدة اقتصادية محددة في وحدات اقتصادية متعددة انا النهاردة بدرس وحدة واحدة من هذه الوحدات اشوف ما لها وما عليها هذا النوع من العلم الاقتصادي يسموه مايكرو ايكوناميكس او اقتصاد جزئي اما الماكرو ايكوناميكس اللي هو الاقتصاد الكلي اللي هو يخص الدولة ككل deals with economy as a whole it examined the behavior of economic aggregate such as aggregate income اجمال الدخل القومي consumption الاستهلاك الاجمالي للدولة الinvestments الاستثمارات المختلفة للدولة and the overall level of practice كأن الاقتصاد الكلي بيبين الدولة ارادات الدولة الارادات بتاعت الدولة الincome بتاعها شكله ايه واحتياجات هذا المجتمع الكامل ايه بالزبط وعملية الموازنة ما بين الماكرو ايكوناميكس اه اه عامة اللي هو الاقتصاد الكلي عامة اخش فيها بقى الاستراد والتصدير and so on ثم بعد كده هوت في بعض الexpressions لازم اي طالب يكون عارفها زي كلمة الinflation بنسمع دائما في الاعلام يقولك حصل تدخم في معدلات تدخم يبقى الinflation معنى is an increase in the overall prices مستوى الاسعار عامة cold ساعات يسموه hyperinflation تدخم جامح if a period of very rapid increase لما يكون فيه تزايد سريع في الاسعار ويستمر هذا التزايد لفترة معينة يسموه hyperinflation طيب deflations عكس الinflation is a decrease in the overall prices levels طيب فيه كمان stiflations اللي هو بيسموه الركود الاقتصاد يعني يكون فيه ارتفاع occurs when the overall price level rises رابد فيه inflation ولكن during period of recessions or high and precise unemployment فيه عدم توظيف وفيه ركود يسموه ركود اقتصاد الunemployment rate اللي هو المعدل البطالة النهاردة لما نحب نكلم عن معدل البطالة the percentage of the labor force that unemployed a key indicator of the economic health يعني معدل البطالة دهو بيبقى مقياس لصحة الاقتصاد ومدى قوة الاقتصاد يعني مثلا انا عاوز اتكلم عن unemployment rate معدل البطالة بتشوف المجتمع ككل بتشوف عدد السكان اللي في سن العمل وقادرين على العمل في سن العمل وقادرين على العمل ويبحث عن العمل موجودين هم واللي فيه قوة العمل نفسيهم اللي هم الموظفين سواء القطاع العام او القطاع الخاص او مشاريع خاصة الفرق ما بين التعداد وده يبقى ده بيسموه البطالة يعني بشوف انا نهاردة عدد السكان اللي في سن العمل سي مثلا فوق 18 سنة في سن العمل وقادرين على العمل يعني ما عندهمش اعاقة تعقهم عن العمل ويبحث عن العمل يعني عاوز يشتغل مش هنقول مثلا واحد اه مش عاوز يشتغل نشوف عدد السكانات دي ونبدأ نشوف القوى العاملة اللي شغالة الفرق ما بينهم او الجاب اللي ما بينهم هو ده اللي بيسموه معدل البطالة الموجودة في اي دولة من الدول